مش هقدر أقول حيجة قرارات عشوائية كاريسة بكل مقييس دي تأييد للحرية رسالة سليئة جداً بتروح للعالم ماذا قال النجوم والنقاد عن منع عرض فيلم آخر المعجزات في الجونة؟ كاريسة بكل مقييس ويجب أن يتصدق وزير الثقافة الجديد دكتور رحمد هنو لكل المراسات دي لازم وهو يملك القرار لأنه هو منصبه سياسي كوزير يملك بس لأنها في النهاية رسالة سليئة جداً بتروح للعالم فمنع عرض فيلم آخر المعجزات في افتتاح مهرجان الجونة عمل حالة جدل كبيرة بالوسط الفني المصري وخاصةً عند الصحفيين والنقاد اللي عبروا عن استياءون وأولون طارق الشناوي قارات عشوائية وبعدين ما فيش حد بيقول مبرر أنت مليش الرقيب قال أي حاجة إلغي وخلاص طب قول حاجة ما بيقولش امنع ما بتقولش إيه ده؟ أنا صراحة شايف اللي محتاجين نراجع موضوع الرقابة ده شوية فيلم بيتارت في مهرجان فيلم بتاري في مهرجان ببرا أنا مش عارف فيلم بتكلم عن إيه الصراحة بس أنا شفت الخبر النهاردة والخبر لما شفته الصراحة ده ليه نمنع فيلم المفروض بيبقى فيلم كويس والسينما الأسوارة والسينما بتاعت المهرجانات دايما بتسبوتلايت على حاجات نقدر نغير فيها من المجتمع ونقدر نغير فيها من الواقع فلأنت بتمنع فيلم دي دي تأييد للحريات فهم قصدي؟ مش عايز أقول حاجات أكتر من كده لشان ما نروح نشوف ده بالوقت اللي فنانين تانيين كانوا على طرف الحياد في الإجابات هو رأيك في جزء الرقابة اللي بتتدخل في العمل؟ أنا ما عرفش حيثيات الموضوع كله الحقيقة لجانا أقول رأيي في الموضوع لجانا أبقى بس منصفة فأنا مش عارفة إيه حيثيات إن الفيلم تسحب فمش حقدر أقول حاجة والله أنا ما سمعتش كتير عن الأخبار دي بس أنا متوقع إن دايما الجونة دايما بياخدوا ستابس والقرارات من صح في الحاجات دي فأظن فيه سبب مال عشان يعمله كده أنا ما عرفش تفاصيل إن دايما لقى أكتر بالبرمجة واختير الأفلام طبعا عرفت إن الفيلم تم تغييره لأسباب خارج عن رات المهرجان كنت طبعا أتمنى عرض فيلم عبدالوهاب شاوي لأنني شفت الفيلم جاي جدا وفيلم يستحق العرض بأفضل سور ممكنة ولكن أنا متأكد أن الفيلم هيعرض يعني لو ما عرضتش النهاردة هيعرض قريبا ومع من عرض آخر المعجزات كان البديل هو فيلم الرجل الذي لم يستطع أن يبقى صامتا من الأهم الأفلام الحقيقة هو اختيار زاكي وأن كنت أتمنى أن يعرض فيلم مهرجان زي ما كان مش بديل للفيلم المصري يعني يمكن ده هو الغصة اللي جوايا إنه هو أصبح بديلا لفيلم كلنا ننتظر عرضه لكن طبعا اختيارات جميلة يعني للمهرجان اختيارات جيدة جدا اختيار البديل اللي هو الفيلم الفايز بالصحفة الدهبية في مهرجان كان هو فيلم ممتاز الناس لما تشوفوا النهاردة هتعرف سر اختياره كبديل للإفتاح